البداية الصحيحة ينبغي أن تكون من تعريف الدين الذي يوضع في مقابل العقل العقل والدين ما هو الدين بالذات؟ هل الدين كلام الشافعي مثلا؟ والطبري والطبراني وفلان وعلان؟ العلماء والوعاظ والمفكرين؟ هل هذا كله دين أيها الإخوة؟ فهمنا في الدين هل هي من الدين؟ ثم قلنا الدين يقصد به النص النص المقدس هذا النص ليس شيئاً واحداً ليست النصوص كلها بمثابة واحدة من ذا ينكر الفرق المبدعي والجوهري بين القرآن الكريم كنص وبين السنة وبين السنة فرق هائل أيها الإخوة أولاً لجهة الثبوت القرآن متواتر كله العم المسلمة الآن تعد ملياراً وثمانمائة مليون حول العالم كلها تقرأ الكتاب نفسه بفضل الله تبارك وتعالى أليس كذلك؟ تصدح به في المحاريب وفي البيوت وفي كل مكان بالآيات نفسها بالسور نفسها بفضل الله تبارك وتعالى أما الحديث فبإجماع هذه الأمة المرحومة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المكذوب المجسوس المصنوع كما يقال كله تحت عنوان حديث وفيها السنن العملية المتواترة وهذه التي جمعت الأمة ولم تفرقها بفضل الله تبارك وتعالى متواتر السنة العملية هو الذي جمع الأمة بمختلف طوائفها سنة بمختلف مذاهبهم وشيعة زيدية وإثنى عشرية وإباضية وغير ذلك السنن العملية بفضل الله تبارك وتعالى المتواترة وهناك ما لم يتواتر وهذا الذي لم يتواتر أيها الإخوة إما أن يصح وإما أن لا يصح فهل يقال هذا كله دين هذا كله دين لابد أن نكون واضحين